الحمد لله ربنا قلمنا وكسبنا القلط الدوري بنسبة للرجال دي المرة الـ 14 على التوالي يعني بنحتفظ باللقب لمدة 14 سنة على التوالي الحمد لله السيدات يمكن فلتت مننا سنة في الفترة اللي فاتت إنما برضو رقم كبير أول السيدات الحمد لله طبعا ده أكيد بعد مجهود كبير قمنا به وطبعا مجهود قام باللعيبة والمدربين في الفرة وطبعا وروف مجلس الإدارة وكابتن خالد العوضي في دهرنا دايما في كل البطولات هو ده اللي بيدعمنا وبيخلينا نعمل نتائج الحمد لله يمكن الأهلي بيأكد تصدره يمكن هو كان تصدر أيضا في الدورة المجمعة الأولى لما فاز بالبطولة في الرجال وفي السيدات النهاردة بيأكد برضو بفوزه في الرجال وفي السيدات يمكن كمان حتى المنافسة كانت قوية ما بين الأندية اللي معاه في الرجال الأهلي طبعا الأول وزي ما شافيني النهاردة التاني أمبي والتالت زمالك والرابع الحوار الدهلية لو في السيدات الأول برضو الأهلي التاني بتروجيت الصاعد بقوة والتالت الزمالك والرابع جزيرة الورد هتلاقي كل الأندية دي قوية وفيها أندية جابة محترفين ده ظهر في المطولة بالمستوات العالية نحن كده بنتطمن على منتخباتنا القومية الحمد لله هو الدوري كان السنين دي أصعب وكل سنة بيصعب السنين دي كان صعب جدا لأن دخل في المنافسة فرقة بيتروجيت والهم في الآخر أخذوا تاني الدوري فبقى عندنا بدل ما كان مطشة زمالك بس مطش جامد بقى فيه جزيرة الورد وكمان السنين دي زاد عليهم بيتروجيت غير أصلا أن مستوى اللعيبة عامة أفرقول تحسن جدا في مطشة الإسماعيل كان كويس ساد المنصورة كانوا كويسين العبور كانوا كويسين كلهم بسراحة كويسين فالمنشط السنين دي كانت أجمد بكثير من السنين بس الحمد لله إحنا في الرئتنا كنا جامدين يعني عاملين فرقة كويسة وكلنا مستعدين الحمد لله يعني ربنا كرم الحمد لله طبعا أكيد مبسوطة جدا جدا بالمكسب النهاردة ومبسوطة أننا بمسر نادي الأهلي السنين دي يعني الشرف كبير دايما لاي أن أنا كون موجودة في النادي وبلعب لي وطبعا الحمد لله أكيد مبسوطة أن احنا كسبنا الدوري وكسبنا كمان مطش النهاردة كماش صعب زي ما أنت بتقولي فالمكسب تمام بيبقى أحلى كمان لما يبقى المطش يعني صعب شوية فالحمد لله الحمد لله نحنا توجنا بالدوري طبعا مستين جدا يعني طبعا التمارين كانت مكسفة والحمد لله يعني تتعبنا جيب في فائدة وقدرنا ننفوز بكل المطشات والحمد لله توجنا بالدوري كانت يعني بطولة مش سهلة جدا مش سهلة خالص عشان كان فيه لعيبة كتير قوي أصلا كانوا في الأهلي راحوا بورا الأهلي السنة دي فكانت بطولة مش سهلة جدا بس كان معنا الحمد لله لعيبة كتير جامدة والفريق كله جاهز إن شاء الله يبقى يلعب فواحد كان بيبقى مرتاح هو بارع أول حاجة الحمد لله البطولة احنا كنا حسمينها من قبل المطش ده المسلم كان صعب ومسلم كان طويل والحمد لله ربنا وفقنا ومخصدناش ولا ماتش والحمد لله ربنا يعني كل التعب الفريق كله بنجاح الحمد لله كلنا مبسطين جدا مش يعني مش أنا بس كل الفرقة مبسوطة إن إحنا قادرنا نكسب بطولة الدوري السنة دي والحمد لله إحنا محافظين عليها بقى لنا كأسنين كتير يعني وأنا سعيد جدا بمستوية في البطولة يعني قدرت إن أنا ألعب المتشاط المهمة وأكسب فيها كلها الحمد لله وزمائل اللي لعبوا معي برضو وعمر عصر ومحمد البياري كلنا لعبنا بشكل كويس جدا الفريق كله كان يعني في أعلى فرمة وكان أعلى تركيز النهاردة والدورة اللي فاتت كمان برضو عايز أقول إن المرة دي الفرقة التانية جايبة محترفين كتير فإحنا النادل أهلي يعتبر النادل وحيدين وغير محترف فدي حياة كبيرة أو إن إحنا نحسم الدوري كل بولاد النادل أهلي فدي حياة كبيرة وإحنا كلنا فخورين إن إحنا بمسل النادي فالحمد لله جدا وإن شاء الله نتطلع اللي يعني اللي يبقى فيه بطولات أكبر إن شاء الله مع النادل أهلي طبعا الحمد لله رب عمين يعني كل بطولة إحنا ربنا بيكرمنا نكسى بها أكيد بنبقى فرحانين جدا ويعني ممكن في كل مدى البطولة بتصعب لإن بقى فيها عندها بتجيب محترفين والسناء دي ممكن دور التمانية كله تقريبا يمكن فرقة واحدة بس اللي هي ما فيهش محترفين الباقي فيه أبطال عرب جايين وفيه كان فيه واحد من فرنسا مع فرقة أمبي والحمد لله رب عمين ربنا اكرمنا وكسرنا كل المطشط ترجمة نانسي قنقر